قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية أن تعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبل وزار بوريجا وفي خيرسون بينما تزيد القوات الروسية في ميلي توبل الإجراءات الأمنية ومن جانبه أكد مسؤول عسكري أوكراني أن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا بعد أن قالت موسكو أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف أنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة وقال فاديميس كييف يتيسكيا المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماز بأكمله على طول خط المواجهة بأكمله هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية وتقول أوكرانيا أن أربعين شخصا على الأقل قتلوا في قصف روسيا لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية واحدة وتعامل الجدد بالمجmerة شكرا